تحت شعار قانون محترم إنقاذ حياة أطلقت وزارة النقل والطيران المدني عبر الهيئة الوطنية لسلامة الطرق رسميا الحملة التوعوية حول قانون المرور الجديد وبهذه المناسبة أشارت المديرة العامة للهيئة حواددي إلى أهمية هذا القانون لأصحاب المركبات وأن احترامه يعد عمرا ضروريا للمساهمة بشكل كبير في الحد من الحوادث وتخلل حفل الانطلاق مسرحي جسد الدور الشرطة الوطنية في تنظيم السير والمرور وبعض المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث كاستخدام الهاتف أثناء القيادة أو تعاطي الكحول والمخدرات وغيرها من المخالفات الأخرى هذا وليدخل قانون المرور الجديد حيث التنفيذ سلم وزير الأمن العام الهجرة محمد شرف الدين مرجي نسخا من القانون للممثلية الوزارات المعانية بتطبيقه ولدى كلمته لإطلاق الحملة أشاد وزير الأمن العام الهجرة في البتء بجهود القائمين على أمر الهيئة الوطنية لسلامة الطرق موضحا أن نجاحها يتطلب توسيع للمعانيين بها لجعل قانون المرور أداة حقيقية من أجل تقليل نسبة الحوادث وجدد الوزير التزام الشرطة الوطنية بتطبيق القانون من خلال العمل به ميدانيا وسيتم تدريب كل من رجال الشرطة الوطنية المسؤولين عن حركة السير والمرور وضباط الشرطة القدائية والقضاء يتم تدريبهم على الأحكام الجديدة للقانون كما سيتم أيضا تنفيذ إجراءات أخرى بالتعاون مع أقسام وزارة الأمن العام الهجرة وذلك وفقا لاستراتيجيات جديدة تدعم المفاهيم الأساسية لقواعد السير في المدن الكبرى وعلى الطرقات الرئيسية هذا وللمعلومية فإن الحملة التوعوية حول قانون المرور الجديد تستمر شهرا كاملا